بحسب المطورين العقريين يقولون ده حقق التوازن ما بين القيمة العقرية والتاريخية للمكان وفي نفس الوقت العائد منها فكنت أعرف من حضرتك العائد من التطوير للقاهرة التاريخية العائد من التطوير عائد على مدى طويل بمعنى إيه؟ إنه أولاً المنطقة التاريخية دي فيها منطقة بعض الحرف اللي زي ما احنا قلنا اللي بيشتغلوها المصريين وغالباً السياح بعد ما بيخلص المناطق الأثرية في متعلق بالهرم أو بالقول أو الصوت والضوء أو المتاحف اللي هي ما بتخلصي أساساً عندنا يعني ما شاء الله بيبقى عايز يعيش في هذا المكان يروح شوف الجو منطقة الحسين لها طبع خاص حتى بالنسبة للمصريين بالمناسبة يعني أي حد فينا يمكن ناس اللي متعودة يمكن الأدام شوية بيروحوا المناطق دي ويعودوا فيها لكن يمكن الأجال الحديثة فيه طبعاً الحقيقة فيه نوع من الاهتمام لده برضو القطاعات من الشباب الحقيقة كتير بيروحوا كان شارع المعز كان كده وبعض المناطق في الجمالية أو في المناطق دي فيبقى إيه العائد العائد زي ما قال رئيس الوزر حتى مبارك الناس عايزين فيه أماكن باقي ضيئة فيه عشويات فيه خرابات موجودة فيه عشان توصل للمكان ده فيه صعوبة نهاردة ما هتبقى تطور ده كله ويبقى الأثار دي لها رونقها ولها شكلها اللي هو القديم مع كمان حتى البيوت والسكان الناس اللي ساكنة في نفس الطابع بتاع البيوت دي مش هيهدوها ولا هيهجروا الناس بس تثناء لو فيه حاجة عشوائية أو حاجات مخالفة طبيعي جداً إننا نشيلها لأنه زي ما احنا قلنا على مدى سنين فما يبقى هنا المنطقة دي فيها إنتاج فيها فرص عمل فيها حتى أما هيتوسعوا بعض المناطق اللي هي ما هياش أثرية وهيبقى فيها المحلات أو المطاعم أو كده اللي هي المناطق التجارية اللي موجودة في هذا المكان هيشتغلوا أكتر وهيفروا فرص عمل أكتر وتفتح للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية وإحنا عارفين إنه لجانب اللي حد جبل إنه مصر لها سروة ضخمة جداً على مدى سنين هذه المباني وزي ما احنا قلنا كان بيبقى فيه صور لزبالة وناس اعتداء حتى وسكن وعشوائيات أصحاب الحرف والمحلات الموجودة هناك من أكتر الناس المشتفدين من هذا التطوير يستفيدوا طبعاً لأنه اللي يعني المشروع الحرف دي والمطاعم بطبيعتها اللي هي موجودة ويمكن من حسن الحظ إنه هذه المنطقة إلى حد ما تم الحفاظ عليها على مدى سنين ما كانش فيه اختلافات لكن بعض الناس معها طبعاً المحليات واللي حصل خلال عقود كان بيحصل مشاكل كتير ففكرة إنه يبقى الناس فهمة إيه اللي بيحصل وإن الناس تبقى مصالحها عارفة إنه ده وفكرة إحياء الحرف يعني أنت بتقولي العائد العائد كمان الحفاظ إحنا على مدى سنين الحياة وعقود الناس اللي سفرت برة والناس اللي أحبطت وتوقفت بيشتغلوا في الشغل الدقيق جداً بتاع النحاس أو الفضة أو الدهب أو الصدف في الساغة في الصدف في الخشب في كل ده زي ما قلت حتى فوانيس رمضان كان لها شكل وتراث أفسدت يعني على مدى سنين فده كله فرص عمل وناس كتير هتشتغل بالإضافة لإنه يشتغل بطريقة أحدث بقدر أوفر له إمكانات إنه هو ممكن أما فيش مدارس كانت موجودة خربت التعليم الفني وإنه يبقى فيه الشغل ده ويبقى الناس المعلمين اللي موجودين دول آخر ناس خميرة لإنهم يعملوا يدرسوا أو ينقلوا المهن لأنهم بصراحة هم في كلامهم مش لقيين النهاردة عمال معهم كله مفضل ياخد توكتك ويمشي وحتى توكتك نفسه عمل لهم مشكلة واشتاكوا في إنه ده مش وسيلة نقل تحول لوسيلة تعزيب واعتداءات ومخالفات فيه مشاكل كتيرة وتراكمات إحنا بنقول إنه ده صعب لكن مش مستحيل وإنه طالما الخبراء اللي بيخططوا لأنه بعض الناس برضو إحنا خلينا نقول كانوا يقول لك إيه ده عشوائي ويشتغلوا وكده حقيقة إنه كله بناء على خبراء تخطيط مدن وخبراء تخطيط إقليمي لأنه الشغل في القديم ده وتخطيطه صعب أصعب من الجديد بالإضافة إلى إنه حتى النهاردة الأحياء القهيرة الكبرى فيها مناطق محتاجة تطوير كتير حكومة محتاجة تدخل فيها المحليات أهملتها تماما لأنه ما فيش نقطة إذا كنا إحنا بنتكلم على عزبة الهجانة وغيره اللي الرئيس زرع مرتين وودت تعليمات وبدأت تحصل في مناطق حتى حديثة في الجوة القهيرة محتاجة تطوير لأنه إنه ما يبقاش لاهتمام من بره بس والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة حطت إيدي في كل الملفات يعني كل ما الناس بتتخيل إنه هيسيب ده أول ما بيتكلمه وقوله أصل الريف والأقاليم مرحلة تتعاملت المبادرة بتاعة تطوير رئيس لأنه الريف ده إحنا بدأت كلم في سياحة مصري كلها بالمناسبة صالحة يعني إنها مكان للسياحة ومكان إن الناس تبطلع عليه حتى الريف المصري له طبيعة مفترض أنها تعود ولكن مع التحديث ومع الإبقاء على إنه يبقى فيه فروق في وقت من الأوقات كانش فيه فروق بين الريف والمدينة الريف يعني خد مشكلات المدينة ومشكلات الريف مع بعض مع إنه ما فيش لا تحديث ولا غير